مرحبا بكم، في هذه الحلقة سنأخذكم في جولة بين مختلف مواقع البناء من الواضح أنه قضى حياته في تأدية هذا العمل إنها عملية هدم جسر في الصين وقد تم التخطيط لها بإحكام يتم استخدام تلك الكورات البلاستيكية للتخفيف من وزن السقف وكذلك للتقليل من تكاليف الإنشاء يمكن لكيلو جرام واحد من البلاستيك تعويض 100 كيلو جرام من الخرسانة لكن هذه الطريقة تستخدم في الأسقف الأخيرة من المبنى فقط هذه الآلة الضخمة على وشك حفر نفق بطول 3 كيلومترات في جبال سويسرا صحيح أن النفق يعود لعام 1966 لكن في عام 2017 قررت السلطات حفر نفق فرعي جديد كلف حوالي 600 مليون دولار نعتقد أنها نفس الرافعة التي تم استخدامها لتشييد الأهرامات مطرقة فقط كانت كافية لإسقاط برج بارتفاع 12 مترا ثانيا أكيدك كيف تنق!? كيف تطعط بخور عددي يارها استبدال عجلة بهذا الحجم يتطلب الكثير من القوة والخبرة اشتركوا في القناة يصعب تصديق ان شخصا واحدا شطر هذه الصخرة الى جزئين سيحول الجدار الى تحفة فنية لقد ابتكر اداة لتقسيم هذا الشريط بالتساوي انها خرسانة تقليدية مصنوعة من الصلصال والاحجار الصغيرة في منطقة التبت والرقص الجماعي فوقها لتسويتها هو جزء من تقاليد السكان هكذا تم تحويل المنشار الكهربائي الى آلة تقطيع لقد وجد طريقة لجعل عملهما اسهل كانت مهمة صعبة لكنه انجزها باتقان الحصول على هذا الشكل الدائري ايضا لم يكن سهلا يقدم لنا هذا الرجل عرضا ناريا اثناء تغطية السقف بمادة عازلة اشتركوا في القناة المرحلة الاخيرة من تعبيد هذا الطريق هي الافضل يعطينا هؤلاء مثالا جيدا عن العمل الجماعي قام بعمل جيد رغم اهمال الاجراءات السلامة السمك الادنى للسقف الخرساني هو خمسة عشر سنتمترا اما السقف الخرساني الذي ترونه الان والذي تم تطويره من طرف مجموعة من الباحثين في جامعة زيوريخ فيصل متوسط سمكه الى خمس سنتمترات وهو يتغير ما بين ثلاث سنتمترات عند المناطق الجانبية واثني عشر سنتمترا في المناطق المركزية هذا النوع من الاسقف الذي يعتمد على شبكة دعم مصنوعة من معادن خفيفة يخفض تكاليف البناء ويفسح مجالا اكبر للابداع امام المهندسين المعماريين انه يستعمل ادواته بطريقةٍ ابداعية غياب ادوات القياس ليس مشكلةً بالنسبة للعمال المحترفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلك العربة جعلت العمل اسهل عمله مذهل شرطاً لا يفقد توازنه حول الجدار الى تحفةٍ فنيةٍ بيديه العريتين اشتركوا في القناة لا يحتاج عمال البناء في السنغال لاستخدام الرافعات كان العمل الجماعي ضرورياً لانجاز العمل باتقان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما سيحدث بعد سقوط كل هذه الاحجار مثير للإعجاب انه كسول لكنه ذكي هكذا يكون القياس دقيقاً ثلاث كراتٍ جعلت لف ذلك السلك الفولاذي سهلاً هكذا يمكن الحصول على شريطين بنفس القياس ابتكر طريقةً جديدةً لتنظيف القناة المائية اشتركوا في القناة هكذا عملة نقدية ساعدت في إنجاز العمل بهذه الدقة أسقط هذا الرجل خمسة وخمسين شجرة دفعة واحدة إنهما يجعلان تركيب السقفي يبدو سهلا للغاية اشتركوا في القناة تم تطوير المنشار الكهربائي بنجاح اشتركوا في القناة يبدو أن المثقاب الكهربائي لديه استعمالات أخرى موسيقى يتم استخدام المغناطيس لتوجيه الأسلاك عبر السقف حصل على انحناء مثالية إنه محترف في مجال فرش الأرضيات موسيقى وهنا طريقة أخرى لإستعمال المثقاب الكهربائي موسيقى تقطع صفيحة فلاذية بطول ستة أمتار دون توقف يتطلب بعض العمل الجماعي موسيقى تم ابتكار طريقة آمنة لتفريغ الحمولة موسيقى وهؤلاء يحترفون تغطية الأسطح بالمواد العازلة موسيقى 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 كل ما في الأمر هو أن الطلاء الأحمر لا يصل إلى النقوش موسيقى 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 هكذا يتم ضغط أحجار الرصيف دون تحطيمها موسيقى 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 وهنا لدينا رافعة منزلية الصنع يستغني هذا الرجل عن السلم في العمل اشتركوا في القناة لقد صنع اداة بسيطة تحمل احجار بناء هذه الفكرة مفيدة في المناطق المثلجة تبدو فكرة جيدة لاستغلال العجلات القديمة اشتركوا في القناة هذه الرافعة الخشبية مفيدة جدا في اعمال البناء نعتقد ان عامل النظافة يتقن بعد فنون القتال اشعة اللايزر اصبح لها دور مهم في مجال البناء هكذا يمكنك الحصول على ممر جميل امام منزلك اشتركوا في القناة بهذه الطريقة يحافظ على مسافة ثابتة بين الخشبات انها طريقة قديمة للتحقق من ان الجدار ليس به اي عيوب المثقاب الكهربائي يمكن استخدامه لرفع الاغراض الثقيلة ايضا اشتركوا في القناة جمع المحاصيل الزراعية اصبح مريحا مصمار واحد جعل تحريك تلك الصفيحة سهلا اذا لم تجد المفتاح المناسب فيمكنك صنع واحد تعامل الجميع لوضع تلك الدعمة الفلاذية في مكانها بهدوء يمكنه القياس والتقطيع في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر انها اسهل طريقة للث الاسلاك الطويلة بهذه الطريقة لن تتشبك الاسلاك مع بعضها البعض ساعدته تلك العصى على شد الخيط احيانا تحتاج لفرشات الاسنان في العمل هل كنتم تعرفون ان النار تساعد على ازالة طلاء الجدران؟ الآن تعلمتم طريقة سهلة لفتح مدخل قناة الصرف ستحتاج هذه الحلة عند طلاء المنزل الآن تعرفون كيف تحصل ألواح ركوب الأمواج على ألوانها الجميلة حتى تنظيف الشاحنة يمكن أن يكون مثيرا للاهتمام قام بترميم عشب الأرضية بطريقة مثيرة للإعجاب تنظيف الشاحنة لم تنظيف الشاحنة يتم نحط الخشب بدقة وبدون أخطاء هذه المادة تمنع تسرب الماء عبر السقف هذا العمل اليدوي سينال إعجاب عشاق الصناعة التقليدية إنه يصنع حزاما جلديا جميلا وبجودة عالية ترجمة نانسي قنقر يصنع هذا الرجل تحفة فنية ببعض الأدوات البسيطة إنه أجمل سرج حصان قد ترونه حصلت الريشة النحاسية على ألوان جميلة تقنية التقطيع التي يعتمد عليها مذهلة إنه خبير في طلاء الجدران وكأن السقف مصنوع من أحجار البناء تحول الصلصال إلى إناء جميل تنظيف الزجاج ليس صعبا كما كنا نعتقد من ابتكر طريقة صنع هذه الحلوى هو شخص ذكي بكل تأكيد من الممتع مشاهدة عملية التصنيع ترجمة نانسي قنقر من الواضح أنه يعمل في مجال البناء منذ وقت طويل ترجمة نانسي قنقر تبدو إزالة الطلاء عن الزجاج ممتعة على الفارس أن يحرص على رعاية حصانه ترجمة نانسي قنقر من المذهش أن المسامير لا تصيب أصابعه يسوي هذا الشاب الخشب باستعمال المسح للذي صنعه بنفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هل تعلم